مين اللي معاه من المؤسسات؟ معاه الجيش طبعا قولا واحدا معاه الشرطة أيوة قولا واحدا معاه القضاء صحيح قولا واحدا معاه النيابة معاه النيابة معاه مين تاني؟ الإعلام معاه الإعلام معاه الهيكل الإداري للدولة اللي هو العاملين في الهيكل الإداري للدولة الوزرات والكلام ده معاه معاه المخابرات العامة معاه معاه المخابرات الحربية نعم معا وزارة الخارجية عشان العلاقات الخارجية صحيح في مؤسسات ايه تاني يا جماعة معا النقابات بنسبة كبيرة نقابات معا واللي مش معا حطتها تحت الحراسة ومسيطر عليها رجال الاعمال اه رجال الاعمال معا الجامعات معا الجامعات واللي مش معا بيعتقلهم وبيقتلهم وبيعني بينفخهم معا مين تاني معا السوشال ميديا لو نعتبرها مؤسسات دولة لا ايه مش مؤسسات دولة سواء مش عقل فيها لجانة إلكترونية عبدالفتاح السيسي يا جماعة الخير معاه كل مقومات النجاح معاه كل حاجة ممكن تخليه رئيس جمهورية ناجح كل مؤسسات الدولة كانت إيد واحدة معه عبدالفتاح السيسي كل مقدرات الدولة كانت تحت إيد عبدالفتاح السيسي كل مقومات نجاح الدولة المصرية كانت بين إيدين عبدالفتاح السيسي مع الكنيسة كمان حد بيقوله اوكي تمام انا مش بتكلم على القوى الاقليمية ولا الخارجية دلوقتي مش بتكلم على السعودية والامارات واسرائيل وامريكا مش بتكلم على دول بتكلم على الدولة المصرية بمقوماتها الداخلية بمواردها بكل حاجة فيها تمام مع اعلام سينما تمثيل موسيقى اغاني جيش شرطة قضى نيابة كل حاجة كل حاجة مع الرجل ده طيب انا النهاردة لما اطلع في 2023 واقول للناس بس احنا لازم نبقى ايد واحدة معلش انا اسف مين اللي ايد واحدة مين مين الجيش ما الجيش معاك الشرطة ما الشرطة معاك الاعلام ما الاعلام معاك مفاصل الدولة ما مفاصل الدولة معاك موارد الدولة ما كل حاجة معاك الله يا رجل ده انت معاك احمد موسى ومعاك الرجل اللي هيشق البحر عشان يغرقك او ده اوحش حاجة معاك الحياة ارميه ايه واعتقد الولد دمعة كرمية بعيد لانه هيغرقك في البحر ويخليه في العليق المهم فأنت معاك كل حاجة كويس؟ بس انت مش معاك الشعب انت أصلا عمرك مبسيت للشعب انت عمرك مهتميت بالشعب وكل سياساتك كانت ضد مصلحة الشعب وكل سياساتك كانت عشان تفقر الشعب وعشان تنغص على الشعب ده حياته لما تيجي النهاردة انت بتغرق والرجل فتح لك البحر عشان تدخل جوه وهقفل عليك خلاص الحمد لله فال وحش وبإذن الله لبستوه ان شاء الله انت وهو والناس اللي معاكم يعني يقفل عليك وتغرق ونخلص لكن تمام ماينفعش وانت بتغرق تيجي بقى ايه آآ لانا قد عصيتها قبل وكنت مش عارف ايه يعني او كما قال يعني الله عز وجل مش حافظ بقيت الله ماينفعش وانت بتغرق تيجي تقول لنا لا بس انا آمنت بالذي آمنت به بني اسرائيل انا دلوقتي بقى انا عايز الشعب معايا طالما انتو حابين قصة فرعون ومو ساعة مش هتنفع يا عب فتاح انت قضيت على الشعب المصري الشعب المصري بيسبلك في كل لحظة بيلعن سرتك في كل لحظة بينتظر رحيلك باي شكل في كل لحظة فمش هتيجي في اللحظة دي اللي انت فيها في اسوأ حالاتك اللي انت فيها فعلا بتغرق وهتيجي تشد في الشعب المصري وتقول له احنا لازم نبقيد واحدة لا يا حبيبي خلصت كان عندنا وبح خلاص خلص ولو عندنا فهنقولك ما عندناش اشتركوا في القناة